لا تترك إيران قضية في المنطقة إلا واستثمرتها لتحقيق مصالحها وتوسيع نطاق نفوذها عن طريق تحريك ميليشياتها وجعلها ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية وبينما تخوض المقاومة في غزة حربا شرسة ضد الاحتلال الصهيوني تترك الأذرع الإيرانية لانخراط الحقيقية في هذه المعركة بحسب شعاراتها وتتجه إلى الاستعراض بإطلاق الصواريخ والمسيرات على أهداف أمريكية لا تغير في مسار الأحداث بقدر ما تعطي إيران موقفا أقوى للتفاوض وتحقيق المكاسب بحسب مراقبين الميليشيات في العراق أطلقت في الآوينة الأخيرة عشرات الصواريخ باتجاه القواعد الأمريكية دون أن تحقق إصابات تذكر ومع ذلك التزمت واشنطن الصمت طوال تلك الفترة لكن شيئا ما يبدو قد تغير على صعيد الأحداث لأول مرة منذ الحرب الصهيونية على غزة القوات الأمريكية تستهدف شاحنة لميليشيا حزب الله غربي بغداد وتقتل أحد عناصرها ثم تعود لتقصف مرة أخرى مقرات للميليشيات في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل مخلفة قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحشد يفسر مراقبون سبب الرد الأمريكي المفاجئ بأنه مرتبط بوقوع جرحى في صفوف القوات الأمريكية في آخر قصف شنته الميليشيات على القواعد الأمريكية مصادر صحفية كشفت أن غضبا تصعد في البنتاجون على ازدياد هجمات وكلاء إيران على القواعد الأمريكية وتجاوزها الحد المسموح به لذلك لا بد من إطلاق ضربات جوية تأديبية ورادعة الحد المسموح به للميليشيات سبق وأن أشار إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استغلال الأزمات سياسة يتقنها النظام الإيراني بشكل جيد وبفضلها تمكن من مد أذرعه في المنطقة وإشاعة الفوضى في أكثر الدول التي يخشى لاحتلال الصهيوني قوتها واستقرارها